اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فعشان هيك كنتم اجلي هذا الفيديو لقبل العيد مثل ما قلت لكم اني بعزل المطبخ وبنظفه وبعملكم جولة فيه يعني هو الحمد لله رب العالمي مطبخي ما انه وسخوا بتعرفوا المطبخ لازم واحد دائما ايده فيه وبيشتغل فيه وبيمسح الخزن واكيد ما بيخلي شي تراكم عليه بس انه هيك جاء على بالي هي التعزيلة اللي انه مثل ما قلت لكم اني صليم اجلت فترة فقلت انه خلص على العيد بعزل المطبخ وبعملكم جولة فيه بس بناء على طلبكن وعلى كتر التعليقات يلي اجدنا عملين جولة ببيتك عملين جولة بالمطبخ فقلت خلص والله الا اصور المطبخ ونزله متل ما هو صراحة هلأ مطبخي كتير بسيط وكتير متواضع والحمد لله رب العالمين صراحة مو بس المطبخ يعني البيت كلياته وهيك انا تعودت عليه والحمد لله رب العالمين مبسوطة ومرتاحة فيه المهم يكون المطبخ هيك واسع ونضيف هي اهم الشي عندي فما عندي مشكلة باي شي لانه تجيني بعض التعليقات انه ليش ما بتصوري بيتك ليش ما بتصوري مطبخك من شو خايفة شو مخبية وقت اللي بتصوري بتصوري بس الغاز يعني انا مثلا بكون عب بطبخ بروح بصور لك مثلا طولت الصفرة والله بعض التعليقات عن جد امر غريب فعشان هيك حبيت صور لكم المطبخ اليوم متل ما هو بدون ما عزله وبدون ما شيل الحوصل عاديا هيك فقته الصبح بكير ورتبت المطبخ وحسته ورح صوره ونزله طبعا انا المطبخ عندي يعني بس بدي إلا لها صحبت هاي التعليق انا المطبخ عندي مصور تقريبا من خمس شهور ومنزل على القناة وهو نفسه نفسه ما غيرت فيه شي والحمد لله رب العالمي ما عندي شي خبي ولا عندي شي خايفة منه ولا عندي شي أخجل منه لحتى تكتبي لي من شو خايفة وشو مخبية وكمان انا لما بساوي قهوتي وبطلع بشربة برا ما نهرباني من شي ولا بتحجج بشي لحتى تجيني بعض التعليقات انه انت بتتحججي لأجواء حلوة والحديقة حلوة عشان ما تصوري بيتك من جوا لا والله مو هيك القصة انا يعني ما عندي مشكلة لك بصور لك صالوني بصور لك مطبخي رغم بساطتون والحمد لله رب العالمين والله يا رب يرزقنا وإياكم الاستقرار وراحت البال وان شاء الله الله كريم الواحد بيغير وبيبدل وبيجدد فما عندي مشكلة بأي شي ولا بتحجج من اي شي ورغم هيك هاي اخدت اليوم قهوتي وطلعت هيك لحتى فرجيكم الاجواء هلا مثل ما شفتوا انا اليوم عملت قهوتي وحطيتها بالصالون بس عنجد بتحسوا بلشت الصيفية صار لازم تفتحوا الشباك او تفتحوا الباب فقلت والله الا افتح الباب هيك انا اللي شفتوا باب الشقة تبعي يعني فورا جوا الصالون وبيطل فورا على مدخل البيت ففتحتوا هيك وطلعت لحتى هيك فرجيكم بس برش لون الاجواء هلا اخدت فنجان الاهواء بدي اشربه فقعت لي بنتي انه انتي بدك تقعدي بره انا بتقعد جوا خلاص تعالي جيبي فنجان الاهواء وتعالي ودخلت فنجان الاهواء وجيت وصراحة يعني انه انا ليش ما بصور صالوني متل ما اكل لكم الصالون على فكرة كتير كتير بسيط ومتواضع وعادي وأقل من عادي فما بحس فيه منه فائدة اني صوره او اعملكون جولة فيه وكمان بنفس الوقت اذا بتحبوا صوره فما عندي اي مشكلة الحمد لله رب العالمين ولا لي خايفة من شي ولا بتهرب ولا بتحجج اذا بتكون صور لكم يا ان شاء الله بالايام الجاي هلا هون رح اترككم مع مطبخي والصلاة والسلام على رسول الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده ونعود بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب نعود بك من الكسل وسوء الكبر رب نعود بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم ان نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدى ونعود بك من شر ما فيه وشر ما بعده اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم ان اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وهذا هو مطبخي مثل ما قال لكم بسيط ومتوضع بس الحمد لله رب العالمين انه واسع وانا مرتاحة فيه وبنفس الوقت كمان غرفة السفرة مثل ما شفته مفتوحة على المطبخ فهو كتير مريح الحمد لله رب العالمين وهلا هيك بعد ما خلصنا الجولة بتمنى تعطوني رأيكم بالمطبخ شلو اللقيتولي هو حلو ولا كنتو متوقعينه احلى من هيك ولا متوقعينه اصغر من هيك يلا باستنى رأيكم بالتعليقات هلا هون بعد ما خلصت الجولة بالمطبخ صار لازم بقى نطبخ متل ما بتعرفوا انا غداي بصير شوي بكير فلازم حطر الطبخة اليوم متل ما قلت لكم بنت اعمل معاكم مضغوط بطنجرة الضغط وان شاء الله هيك بالفيديوهات الجاية سوف احكي لكم عن الطبخة اكتر من هيك واشرح لكم شو عب بعمل وشو عب حط لاني اغلب التعليقات يلي عب تيجيني انه عن جد طلبين مني اني احكي عن الطبخة اكتر من هيك فمتل ما شفته اول شي يا صبايا انا بوصل الدجاج وبنقعه بالملح والخل وبروح بشرب قهوتي بعدين بيجي بحضر الطبخة بيكون هيك انتقع وصار مأحلام بوصله وبيكون صار جاهز متل ما شفته للمضوط اول شيء قطعت البصل وجهزت البهارات وكمان فرمت البندور على محضرة الطعام وحبتين فليفلي اول شيء حطيت زيت وبدي يقلي البصل بتحسوا الكبسة والمندي والبخاري وهدول الاشياء والمضغوط بتحسوها تقريبا نفس المبدأ بس بتختلف شوي مثلا بالنكهة بالبهارات بطريقة الطبخ او التدخين او مثلا المضغوط بطنجرة الضغط بس بالاخر بترجعوا كلهاتهم تقريبا نفس المكونات بس تلكون مع اختلاف بسيط بالبهارات مثل ما شفتوا حطيت البصل وقليتهم وحطيت البهارات وحطيت البندورة المفرومة على محضرة الطعام وحطيت معلقة صلصة وحطيت المليح وهون بدي نزل الدجاج لمقطع هلا بيمكنكم بهاي المرحلة تحطوا الدجاج انه قطعتين وبإمكانكم متل ما سويته انا اربع قطع هلا هون رح قلب الدجاج تقريبا هي خمس ضاوية حتى هيك ياخد من نكهة الصلصة والبهارات اللي حطيتها وبعدين بدي اغمره بالماء واضغطه ربع ساعة هلا ما بعرف ازا بيختلفوا الضغط من هاي الطنجرة لطنجرة الكهربائية او الطنجرة العادية ما بعرف بس صراحة أنا بياخد معاي الدجاج ربع ساعة يعني هلا رح اضغط الدجاج 60 ساعة وبعدين رح اضغطوا الرز قير install ما بعرف انا هي عيارات هي الطنجرة ذلك لكم بيجوز الضغط بيختلف من طنجرة لطنجرة انه ممكن الطنجر الثاني يكون ضغطها اكتر من هيك فما تاخد معاكن الدجاجة ربع ساعة ممكن تاخد عشر دواية ثم ضغطت الدجاج دعني اجهز الدقوس او الشطة سيجهز سحن سلطة هذه القطية بالشي جنب اكلات الكبسة والبخاري والمندي كثير طيب جنبهم الدقوس هلأ انا طريقتي بالدقوس نفسها ما بغيرها وصراحة انا منزلي على القناة اكتر من مرة هي بصل وثوم وفليفلة وبنادورا وما بحطر الملح الا وقت التقديم يعني هلأ انا راح جهزها واتركها على طرف فوقت التقديم بحطر الملح عشان البنادورا مطالع الماء تبعيتها هلأ راح احكي لكم عن البهارات اللي حطيتها للمضوط لسلق الدجاج متل ما شفتوا حطيت بهارات صحيحة اللي هي القرنفول الورق الغار والهيل هلأ صراحة هو بده اللومي بس انا مكن عندي لومي حب عندي لومي مطحون حطيت وحطيت كمان ارفة عودان وهلأ البهارات المطحونة يلي حطيت كمان ارفة مطحونة وحطيت زنجبيل وكزبرة ومعلقتين بهارات كبسة بتحسوا نكهة المضوط هيك بتميزها نكهة اللومي والقرفة صراحة كتير طيبين بقلبه والله هلأ هي كم نتذكر مطاعم ريدان وقتلي كنا نجيب من عندهم المضوط عن جد كانت كتير طيبة ما بعرف اذا هلأ هيك طيب المضوط عندهم فانه انا بطبخه تقريبا على نفس الطريقة وعن جد بيطلع تقريبا بنفس النكهة مثل ما اكلكم هلأ هون انا جهزت الدقوس وبدي جهز معاكم صحن الصلطة يلا وعبين ما اخلص صحن الصلطة بدي دردش معاكم شوي تعالوا احكوا لي يا صبايا شو عملتوا على العيد شو ناوين تعملوا على العيد سبحان الله بتحسوا هيك اجا العيد ما شوالله بصرعة وانا ما نعمل شي ولا نمساوي شي صراحة يعني انا ما نعمل شي هذا العيد فما بعرف اذا بغير رأيي خلال هالاسبوعين ياللي باقيين مثل ما شكتوا للمعمول لسا عندي باقي هاي العلبة بس باقي الحلويات كلها تخلصت والتعزيل ان شاء الله بإذن الله رح عزل متما قتلكم المطبخ رح عزل الصالور رح اغسل السجادة وهيك والغرف النوم عزلتن وقت اللي بدلت المابس الشدوية والصيفية فكلها ترتبتن ومسحتن وصاروا مأحلى هون فما بعرف انه بالنسبة للحلويات بتحسوا انه هلأ الجو ما عاد متل اول يعني انه بالعيد الماضي الجو كان شوي بارد مو شوي صراحة كان كتير برد فبتلاقوا الحلويات مرغوبة وبتتاكل بس هلأ صراحة صار الجو شوب يعني انه كنت عمله مثلا معمول او كعك او هيك ما عادت بتحسوه مقبولة مثل اول ولا شو رعيكون تعالوا عطوني رعيكون هلأ مثل ما اكتلكم انا هيك حيط طبالي بس ما بعرف اذا بكرا الولاد بنقوا بدهم شي او عملنا شي ما بعرف يعني هيك حيط طبالي بهذا العيد ما اعمل شي يعني انه مثلا رزب حليب مهلبية الفواكه الصيفية هلأ صارت انه مثلا تجي طيبة وهيكا وبتبرد على القلب شوكولاتة ممكن واحد يجيب مثلا بقلاوة وخلصت فما بعرف ان شاء الله يا رب هيك يرضوا الولاد وما ساوي شي اكتفي بالتعزيل وخلاص ما ساوي حلويات العيد وانتو يا صبايا تعالوا كتبلي شو بتكون ساوي شو بتكون تعمله بلشته تعزيل ما هو هلأ العيد جاي يعني انه اجى العيد واجت الصيفية مع بعض فبتحسوا لأهيك صار التعزيل كتير حلو هو بتعزله على الصيف وهو بتعزله على ايد ان شاء الله يا رب هيك الله يعيده علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية بالخير والصحة والعافية وهدات البال والامن والامان يا رب وهلأ هون هيك خلصنا الصلطة ومتل ما قلت لكم التقوز جهسته على جناب والدجاجة على الغاز عبتنسلئ ونظفت محل ما انه اشتغلت هلأ بدي جاوب صبية سألتني سأراحة كان سؤال شوي طويل بس انه رح اختصر الاجابة قدر المستطاع ان شاء الله ان شاء الله بالفيديوهات الجاي رح احكي اكتر عن هذا الشي هلا قالتلي انه مثلا تحكي لنا عن روتينك تعطينا الساعة تعطينا اما تبقومي بتشتغلي ان شاء الله بإذن الله بالفيديوهات الجاي رح احكي لك بالتفصيل بس صراحة يعني انا دائما بصور لكم لما بكون عب بشتغل بحب المطبخ يكون نظيف يعني اذا كانت بنتي جنبي مثلا انا بشتغل بالشي هون المطبخ كل ياته نظيف ومرتب وما عندي شي يعني غراض السلطة جليتون بنفس الوقت محل ما فرمت السلطة مسحت ونقعت الرز وما عندي شي هيك المجلة نظيف وما احلان بتحسوا هيك لما بيكون المطبخ نظيف معاكن ومرتب انتو عب تشتغلو ووقت اللي بتجو بتحطو الغداء عن جد والله واحد بيقعد بياكل وهو نفسه مفتوحة هلا مو دائما يعني ما بدي لكم انا دائما والله مطبخ نظيف وعب يضوي وما عندي شي الا ما احيانا انتظف يكون واحد مستعجل واحد معجوق بيتكوم الجلي فانه عن جد يعني عادي كمان هاي الشغلة انا بحسة تعويض يعني في كتير ناس مثلا بيشتغلوا بيقولوا لك من خلص الطبخة بعدين بنجلي كل الجلي مع بعضه في ناس لا متعودة مثلا اي شي بيتوسخ بيجلوه اول باول وصراحة انا متبع هاي الطريقة يعني متل ما قلت لكم اي شي بتوسخ فورا بجلي وهيك بخلص الطبخة والمجلة نضيف والجليات كلياتهم مجليين وحوالي كلياتهم نضيف هايك لما مثلا لما بيسكوا بالغدا ومنروح منتغدة بيجي اول شغلة بعملها بفضي شبكة الجلي وبرجون كلياتهم على الخزن وبلش فورا جلي الغدا هايك بتحسوا عن جد نص الشغل راح من طريقكم وبنفس الوقت بتحافظوا على نظافة المطبخ طول ما انتوا بالمطبخ طول ما انتوا عب تشتغلوا وطول ما انتوا عب تطبخوا وهلا هون صورت لكم المطبخ طبعي حتى هيك طلعت لبرا انه شفتوا لما بقلكن البلكونة طبع المطبخ هي المطبخ وغرفة السفرة تقريبا مفتوحين على بعضون وهذا باب البلكون على الحديقة اللي بقعد عليها فصورت لكم ياها و بدي ارجع الا للصبية اللي كتبتلي انه عنجك بتمنى تعطينا تفاصيل ايمت بتفيقي و ايمت تشتغري وتحكي لنا عن روتينك بشكل مفصل اكتر من هيك خلاص ان شاء الله وعد بالفيديوهات الجاي رح احكي لك بس صراحة انا بحس يعني انه انا روتيني بيختلف عن كتير ستات بيوت يعني صراحة لما بيكون في ولد صغير بالبيت روتينك بيختلف متل ما بيقوله 180 درجة و متل ما بتعرفوا انا ما عندي ولاد صغر بالبيت وكمان وقت الغده تبعي بيختلف يعني انا كمان الغده تبعي بيصير بكير فان شاء الله ان شاء الله هيك بالفيديوهات الجاي بحكيلك وبعطيكي تفاصيل انا شلون من نظمة وقت و هلأ هون استوت طبختنا و انا عب بحكي بس يالله مو مشكلة متل ما اكتلكون هي كانت الدجاجة مضغوطة ربع ساعة متل ما شكتوا يا صبايا كتير بتكن تنتبهوا و انتوا بتستخدموا طنجرة الضغط للصبايا اللي بيخافوا منا صراحة ان هلأ هي بس واحد يتعلم عليها كتير سهلة و ما بتخوف متل ما شكتوا انا بتطفي الغاز يعني عيرت للدجاج بعد ما صفرت الطنجرة ربع ساعة طفيت الغاز و تركتها كمان ربع ساعة يعني ما لمستها بعد ربع ساعة بجي بفتح هي بعض الطناجر بتكون انه بتشيله الامان او انه غطى الصفيرة ما بعرف كل واحد شو بيسمي متل ما شفتوا انا بعد ربع ساعة فتحتها ما في بخار ابدا ابدا فتحت الامان انتبهوا فتحت الامان بعدين لما انه متأكدت انه ما في بخار ابدا ابدا فتحت غطى الطنجرة كنت غسلة الرز نقعته و غسلته حطيته هلا صراحة انا ما بعير للرز متل ما شفتوا مجرد انه حطيت الرز فوق الدجاج و حركته حسيته متغمر فوقه تقريبا واحد سنتي خلص هيك كويس و بيستوي هون ضغطوا بعد ما غلي الرز شفتوا غليت المرأة ضغطت الرز كمان ربع ساعة هلا هون ما بتكن تستنوا لحتى تغليل لحتى عفوان تصفر الطنجرة وبعدين تعيره ربع ساعة لا مجرد ما ضغطوا خلص الرز بلش يستوي يعني مجرد غليت الماء انه الرز بلش يستوي فانا بعير له ربع ساعة و كمان بترك الطنجرة هلا هون صراحة بعد الرز تركت اكتر من نص ساعة يعني انا ما قربت عليها طفات الغاز تركت قلت خلي هيك الرز يستوي و يتفلفل بنفس الوقت و متل ما شفتوا لما فتحت الطنجرة ما شوالله تبارك الرحمن بيشهي القلب والله ولا مضغوط ريدان الحبية مستوية و بنفس الوقت ما نملزق ولا مخبس و نكهته عن جد بتشهي القلب حتى لونه ما شوالله طالع كتير حلو متل من البهارات والسلصة عطى لونه كتير حلو صراحة هذا هو لونه المضغوط المفروض يكون بهذا اللون و متل ما شفتوا سكبته و الدجاج مستوي و كمان شفتوا لما قلينا الدجاج بالخلطة شلون اخذ لون كأنه محمر بالفرن ما شوالله بيشهي القلب و هلأ هون جهزت السلطة و هاي الدقوس متل ما اكلكون اني لما سويت على محضرت الطعام ما حطت للا ملح شان البندورا ما تطالع الميته بعيته و هلأ هون هيكي حطت للا الملح و حركتها و جهزت السلطة و صار غدانا جاهز الله يارب يدوم علينا هالنعم و يحفظها من الزوان شوفوا لي هالرز والله ما في وحدة لزقاني بالتاني بيشهي القلب و هيك طيبط المضغوط يكون مستوي مانه مثلا فلفل اكتر مثل المندي مثل الكبسة لا هيك المفروض يكون ف هيك حبيت قطع معاكن بس هيك فرجيكن الرز و فرجيكن الدجاج شلون مستوي ودايب بس كمان بنفس الوقت ما فرط يعني انه لسه الدجاج محافظة على شكله و بتمنى منكن يا صبايا اذا وصلتوا معي بالفيديو لهون تعطوني رأيكم بطبخة اليوم و بروتيني اليوم و بالجولة تبعا مطبخ شالله يا رب هيك تكون حبيتوا و يكون روتيني متل ما بقلكم دائما انه خفيف و لطيف و بنفس الوقت تستفيدوا منه و بتمنى من الصبايا اللي عبشوفوا في فيديوهاتي و بحبوا و ما كانوا مشتركين بالقناة فضلا ليس امرا يشتركوا بالقناة و يفعلوا زر الجرس حتى اتصلوا كل فيديوهاتي و لهم بيكون خلص فيديو و روتيني اليوم ان شاء الله يا رب تكونوا انبسطوا واستمتعتوا انتوا عاود تشوفوه و هلأ صار لازم ودعكم و الكن ان شاء الله بشوفكم في فيديوهات و روتينيات جديدة على خير و هدات بال استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة